تلقى حضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله وعبر فخامة الرئيس التونسي في البرقية عن خالص تعزيه ومواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته